اشتركوا في القناة نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وذلك بمناسبة تحقيق فريق البحرين واحد لقب بطولة العالم نهر للسيارات في اتبرومود للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد الانتصار الكبير الذي حققه سائق الفريق ستيفني جيكسون في السباق النهائي لاخر جولات موسم 2020 على حلبة لاس فيغاس للسرعة بولاية نيفادا في الولايات المتحدة الامريكية واكد اسم الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة ان هذا الانجاز الكبير المتمثل بتحقيق لقب بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي تحقق بفضل من الله سبحانه وتعالى ومن ثم بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة حفظها الله للرياضة في البحرين الذي جعل للرياضة عامة ورياضة السيارات خاصة مكانة مرموقة وحضورا كبيرا في مختلف المحافل والمشاركات الرياضية الاقليمية والقارية والعالمية مشيدا سموه بدعم القيادة الرشيدة الذي انعكس ايجابا ليحقق فريق البحرين واحد لقب بطولة العالم للمرة الثانية في تاريخ مشاركات الفريق والثانية على التوالي وأشهد سموه بالدعم لا محدود الذي يقدمه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لرياضة السيارات في مملكة البحرين الذي جعل اسم فريق بحرين واحد في صدارة فريق بل في صدارة فرق بطولة العالم للسيارات لموسمين على التوالي متمنا الاسهامات الكبيرة والاهتمام البالغ الذي يوليه سموه ولي العهد للرياضة البحرينية سعيا نحو تحقيق الانجازات على مختلف الأصعدة كما أثنى سموه على جهود فريق بحرين واحد في تحضير الفريق ورفع مستوى جاهزيته لخوض منافسات الموسم الحالي والحفاظ على لقبه خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تشهدها دول العالم أجمع بتصديها لجائحة كورونا ما يؤكد على الكفاءة التي يتمتع بها أعضاء الفريق لمواجهة كافة التحديات وتجاوز عقباتها الذي قادهم نحو الحفاظ على اللقب مشيدا بالانجاز التاريخي للفريق بتتويجه باللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي موجها شكره وتقديره لجميع أعضاء فريق بحرين واحد على ما بدلوه من جهود خلال هذا الموسم الاستثنائي هذا وتوجه فريق بحرين واحد بلقب بطولة العالم للسيارات في أت برومود لموسم 2020 وذلك بعد الانتصار في الجولة الأخير على حلبة لاس فيغاس للسرعة بولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث فاز ساق ستيفني جيكسون في السباق النهاي الذي أهدى اللقب الثاني على التوالي للفريق فيما تمكن جيكسون من حسم بطولة العالم لمصلحته بعد كسبه 500 ونقطة واحدة متفوقا على منافسه الثاني براندون سنايدر بـ 470 نقطة وزميله خالد لبلوشي بـ 455 نقطة حيث تمكن بطل العالم من حسم اللقب قبل وصوله للنهاي بعد منافسة قوية مع سنايدر وتمكن سائقي فريق بحرين واحد ستيفني جيكسون وخالد لبلوشي من الوصول للسباق النهائي في الجولة الأخيرة على حلبة لاس فيغاس للسرعة فيما وصل سائق الفريق جاستن بوند لنصف النهائي وحصل على الترتيب الثالث وخاض الفريق هذا الموسم ثمانة جولات حقق خلالها الفوز في ثلاث جولات فيما وصل لنصف النهائي في أربع جولات حيث كان من المفترض أن تقام اثني عشر جولة هذا الموسم إلا أن الظروف الراهنة لجائحة كورونا جعلت الموسم يقتصر على ثمان سباقات فرض خلالها فريق بحرين واحد نفسه بقوة في جميع الجولات